بيأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجي الأمريكي جون كيري اليوم إلى مطار القاهرة على متن طائرة خاصة في زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات بيلتقي خلالها مع الرئيس عبد الفتح السيسي وكبار المسؤولين يذكر أن زيارة كيري إلى القاهرة في إطار جولته إلى الشرق الأوسط وأوروبا من 22 إلى 27 يونيو تقرير التالي مشاهدين يرصد أصداء تلك الزيارة وأبعادها في زيارة هي الأولى من نوعها منذ انتخاب الرئيس عبد الفتح السيسي يأتي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى مصر بعد عام من عدم الاستقرار في العلاقات بين القاهرة وواشنطن نتيجة موقف الإدارة الأمريكية المتحفظ تجاه ثورة 30 من يونيو وما أعقبه من قرارات بتجميد بعض المساعدات العسكرية والاقتصادية وآخرها مشروع قرار بخفض 400 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر تمت الموافقة عليه في مجلس الشيوخ منذ أيام إرسال واشنطن وفدا منخفض المستوى لحفل تنصيب الرئيس السيسي بالإضافة لتأخر الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تهنئته ألقى ظلالا من الشك حول استمرار توطر العلاقات بين مصر وأمريكا رغم إعلان واشنطن أنها مستعدة للتعامل مع نظام اليديد بالقاهرة لتأتي زيارة كيري لتؤكد أن التعاون بين البلدين مستمر خلال المرحلة القادمة المشهد المشتعل في العراق سيكون حاضرا بقوة على طاولة المباحثة بين كيري والسيسي فالمخاطر الأمنية هناك لم تعد مقتصرة على العراق وإنما تهدد بتساع نطاقها لتهديد أمن دول المنطقة كما أن تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول إمكانية تدخل بلاده لحماية المقدسات الشيعية يزيد من خطورة الوضع خاصة على أمن دول الخليج مما يفرض على واشنطن التنصيق مع مصر الدولة الأهم في المنطقة